السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم فيدي الحقات جديدة أول شيء نعتدر على الغياب بحكم العمل والطرفية التي نعيشها حاليا نحن نعيش في وقت الروسيشن وقت العمل ووقت الجد والبحث والاجتهاد وكما نعرف بأن حدثت مجموعة من الأحداث في هذا الأسبوع بالضبط يعني من تراجع في العملات وكذلك في إفلاس لبعض البنوك لكن لنتطرق لهذه الأشياء ما سوف نتطرق إليه الآن هو مسجد في الكوين للسوبرا أوراكلز المشروع الكبير الذي ذكرته في حلقة سابقة والذي لم يتفرج في هذه الحلقة سوف أترك لكم رابط الحلقة في أسفل الفيديو ويعني حلقة شاملة من التسجيل كيف التسجيل في الموقع وكذلك كيف تقوم ب يعني تدبع المشروع من A إلى Z وأهدف المشروع كذلك الآن سوف نشارككم مسجدات هذا المشروع وتقريبا متى سوف يقومون بإرسال الكوينز لمحافظكم لتسلموا الأيردروب و ونعم هذا مصف التطرق في هذه الحلقة القصيرة فلنبدأ لبعك الله وكيف تجربة العادلة تساوي الاشتراك في القناة فالاشتراككم مهم جدا لك أن نستمر أوكي فكرة هذا الموقع هنا تسلم 900 سبرا ولكن من تسلم F500 ولكن من لم تسلم أي شيء والسبب في ذلك هو أن الموقع كما ذكرت في أول الفيديو الفيديو السابق أن الموقع في البتا تيست أوكي فبما أن الموقع في البتا تيست فتوقع أن يكون هناك مجمع من الجليش مثلا إذا أكملت مثلا الفيديو السابق فكيف ترمي معي هناك 10 الفيديو السابق فلنبدأ فلنبدأ هناك مجمع من السابق وتكون روارد كبيرة لكن لماذا لم تكن لديك روارد لأن الموقع الآن لا يزال قيد الإنشاء لا يزال نقوم بصيانته فعندما نذهب مثلا إلى الديسكورد الخاص بهم رابطة الديسكورد سوف تجدون في الديسكريبشن ف تضغطون على الديسكورد مثلا في الانونسمنت فهنا يعني في الانونسمنت سكشن يشارككم مجمع من المستجدات لهذه الكوينز مجمعين الأخبار مجمعين الميتينغز أوكي فكما ترون معي تقريبا عشرون في شهر اثنان لا تتجدون في الديسكورد لا تقريبا تقريبا لا تتجدون في الديسكورد لا تتجدون في الديسكورد الموقع الرسمي لأن هذا بتا تست سوف تتحص على ميشنز جديدة هنا كمثلا يعني لكي تعرفوا على الموقع قد الإنشاء فمثلا هنا ميشنز لا تضغطيني مثلا ايقون هنا ومثلا نضغط على ميشن اثنان نقوم بعمل ستارت ميشن مثلا نقول مثلا كمثلا لم يعطيني اي شيء نذهب الى ميشنز كذلك ثم نتظر قليلا هنا بلوكت بلوكت لا يعني ان الموقع مثلا قبل مدينتك او دولتك يعني هو اصلا من المنطقي ان تكون لديك كمثة الميشنز عندما تنتهي الميشن اثنان في الوقت المحدد مثلا في اربعة ايام او يومين تبدأ الميشن الثالثة وهكذا تدبو اليك حتى تصل الى الميشن الثمانية الى اخر من الميشنز يعني كل ميشن تقوم بعمل الوكلي ستارز والستارز يعطيك كوينز اكثر اوكي ف يعني عندما نرجع الى الدسكورد هنا نذهب الى جنرال وسوف نرى هنا مثلا بعض الاسئلة للناس الذين يجدوا المشكل في المشروع يعني في الموقع سوف نرى هنا 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 مثلا قال لك there is only one task to complete the others are blocked يعني تقريبا نفس حالتي عندما نرجع الى ننزل فكما ترى قد اكملت مستعد واحد وأن مستعد قد اتوى مستعد ولكن المشروع تقريبا نفس الى هنا مثلا هنا هو السؤال انقضى لقد ذهب السؤال ولم يعود سوف نجد السؤال الآن نعم يقول يقلي there is only one task نعم ، أفشل لانش في الأفشل لانش لا تعني أنه في نفس الوقت سوف يرسل لك هذه الكوينز يفقط إطلاق رسمي للموقع لكي تتحصل بكوينز أكثر وعندما تتحصل بكوينز أكثر وعندما يتم إطلاق رسمي للمشروع والكوين فإعلام بأن سوف يأتيك طريقة لكيف تقوم بالرديم لهذه السبرة وكيف ترسلها إلى محفظتك وغالبا سوف يقبلون الميتاماسك إلى غيره من الوالتس يعني السبورت والتس التي المتوفرة ويكون لك ذلك سؤالهم مثلا عند ذلك استفسار يكون لك سؤالهم وسوف تجد الإجابة هنا بعض الأسئلة يعني إذا كان لديك أي تسؤال مثلا سوف تجد إجابتها هنا في الفورين في مكان الأسئلة أعطيكم مثلا مثال هنا متى لاتيز مشين كرات مشين كرات هي مثلا سوبرا ويكلي يعني أسبوعية توزع لكافة الناس سوف تتسلم هذه الكرايت يعني الصندوق في يعني كل نهاية أسبوع لعن هذه الموس عندي صهرانا معي لذلك تتصر بطريقة غريبة الساسبح يعني هي سبيشال ريوارد للناس الذين تسجلوا سوف تفصلنا لك هذه الكريت يعني فيها جوائز عديدة يعني أغلبية السبرا والكمية على حسب يعني مثل المسابقة يعني إلى آخر من الأسئلة وبالنسبة لكي ننهي الحلقة السؤال الأهم متى يعني يقومون بإطلاق المشروع ليس الموقع وإنما المشروع يعني الكوينز فجواب على السؤال في الكوارتر اثنان أو ثلاثة لأن كما تعرفون يعني العالم يعيش أزمة مالي خانقة وهناك يعني كانت أزمة البارحة في اليو اس دي سي إن خفضت إلى 0.90 الآن 0.94 هناك ذلك بعد الكوينز التي يعني خفضت يعني قيمتها في السوق حاليا لا نحصيها يعني كوينت كثيرة لكن لماذا يقومون بالتأجيل لأن على حسب كما قلت هذه السيطوائش التي نعيشها الآن يعني لا نعرف يعني ربما يطلقون اليوم والغد يعني تصير القيمة 0 أو يقومون بالإطلاق بعد غد تصير القيمة مثلا اثنان ثلاثة دولار لا نعرف يعني ما نعرف هو أنهم يعني يعملون بجد يقومون بعمل مجموع من القايتس مجموع من مجموع من اللقاءات ويعني مشتغلون يعني ونتمنى نتمنى يعني الكل يكون رابع في هذا المشروع وهذا ما كان لهذه الحلقة لهذا اليوم يعني فقط حلقة يعني مكملة الحلقة السابقة إنها فقط شرح لي يعني القدر التي قد تتحصل به في السوبرا في يعني عندما تتشف في الريفران الريفران خاص فقط بالنجوم هنا فكلما زادت النجوم كلما زادت قيمة السوبرا وسفت تغياد القيمة يعني بعد أطلق رسمي للموقع ولا تسوى التسجيل في هذا الرابط لدعمنا إذا لا ترد التسجيل بطبيعة الحال أعطيكم الختيار إذا لم تريد التسجيل فلا مشكلة أعطيكم الرابط الرسمي تسجلون فيه تملؤون مجموعة من المعلومات ثم فولا هذه كانت يعني البارت الثانية لحلقة الأولى وشكرا لمشاهدة وأستسباح إذا طولنا عليكم نحن فقط هدفنا أن نشرح عليكم جمعة من الأشياء لكي تستفيدوا وتفيدوا غيركم وشكرا لمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة